مرحبا حبيبي اليوم اننا نعمل مع بعض طريق التحضير كريم تطبخ بالبيت وبثلاث مكونات فقط الكريمة كتير ناجحة وطيبة وسهلة وبسيطة بالتحضير هيدا الشكل الحلو اللي شايفينه شايفين كيف لنبلش الطريقة مع بعض بسم الله اول شي عمنا نص لتر حليب ملعة طعام زبدي وملعة طعام نشا منحط الحليب بالطنجرة نشا خليطهم مع بعض هلا بحركم تحريك مستمر على الغاز لا يسخن عنا الحليب والنشا منستمر بالتحريك عشان ما يحرق عنا الحليب بس سخن عنا الحليب وصار بهيدي السماك الخفيفة هلا بحط الزبدي بنحرك لتدوب عنا الزبدي دابة الزبدي بنطف الغاز ملاحظة هيدا الكريمة بس بتستعمل للأكل ما بتستعمل للحلويات عشان بس نخفيها بالخفاء الكهربائي شو بيصير بتفرط الزبدي عن المقونات اللي نحنا حطينا وكمان فيكن تستبدلوا النشا اللي حطيتو بتحين بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكن وتعملوا لايك وشير للفيديو والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي باي باي احبابي موسيقى موسيقى